أهلا بكم من جديد بدأت الخلافات بين حركتين فتحوا حماس جلية عبر حالة التراشق الإعلامي بين أكبر فصيلين في الأراضي الفلسطينية هذا وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس واعتبر مسؤولة عما حصل في غزة بدوره عبر الشارع الفلسطيني عن استيائه لعودة السجال والاتهامات في وقت يجب التركيز فيه على يعادة عمار غزة عادت حالة الاستغطاب الحد بين فتح وحماس من جديد إلى الواجهة تتصدر الاتهامات والتراشق الإعلامي بين الفصيلين المشهد الفلسطيني من جديد مصادر في الحركتين تؤكد أنه لم تتبادل فتح وحماس أي اتصالات منذ اليوم الذي سبق التوصل إلى اتفاق التهديئة وسط تأكيدات باتساع حجم الخلاف بينهما عما كان عليه خلال فترة الحرب ومباحثات التهديئة تأكيد الخلافات ستزيد لأنها تتعلق بالصراع على السلطة وعلى الصلاحيات وهذا يعني أن كل يتمسك بصلاحياته وسلطته على الأرض وهذا لا يبشر بخير بالنسبة للشعب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني قال أنه لن يقبل شراكة مع حماس طالما بقي الوضع في غزة على ما هو في إشارة إلى ما وصفه بحكومة ظل تسير حماس في غزة ومسؤوليتها عما حصل في القطاع فيما حماس ترد برفض اتهامات عباس فيتواصل التراشق والاتهامات بين الفصيلين باستهداف عناصر من الطرفين في كل من الضفة وغزة عمليا المصالحة والحكومة الوحدة الوطنية كانت هي مرحلة للعبور نحو المصالحة دون المرور في تغيير جذري على واقع الأرض وهذا ما نتج وما نراه حاليا على شاشات التلفزيون هذا السجال وهذا الحال دفع الشارع الفلسطيني إلى التعبير عن حالة الاستياء التي يعيشها جراء خوفه من عودة الانقسام الذي أضرب القضية الفلسطينية قبل كل شيء اللي صار في غزة أنه إحنا كلنا بعد الحرب هاي المفروض الشعب يتوحد فيش الشعب يتفرق بين حماس وفتح المفروض يصير توحد في الضفة وغزة أكيد طبعا جميع مستقل لكن إحنا بنتمنى زي ما حكت لك أنه نتمنى توفيق لقيدتنا السياسية أنه يتوصلوا لأطروحة وحدة على أساس برضو يبلشوا في موضوع عارض عمار غزة كمان هذه المصالحة يجب أن تبنى ليس فقط على تطييب الخواطر بين الطرفين يجب أن تبنى على قرار سياسي بإجراء انتخابات شاملة الانتقاد المتبادل بين حركتي فتوى حماس والذي بدأ من سدة الهرم الخيادي يؤكد صعوبة الأوضاع خاصة في دل تحليلات تشير إلى أن الأمر ربما يحتاج لاتفاق مصالحة جديد لرأب الصدع بين الحركتين أما الشارع الفلسطيني فيعيش حاليا حالة من الاستياء الأمر الذي قد ينذر بعودة الانقسام الداخلي من جديد من وسط مدينة رامالله ضياع الشيء الغد العربي الأراضي الفلسطينية ناقش الملف الفلسطيني مع ضيفي من رامالله سيد سلطان أبو العنين لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أهلا مرحبا بك سيد سلطان بداية لتهديد بإنهاء الشراكة مع حركة حماس في حال استمرار الوضع على ما هو عليه أين كانت الشراكة من قبل أولا ست مساء أنت وظيفك الكريم لكل المشاهدين أولا المصالحة من أساسها لن تكون مصالحة تعالج جذور الانقسام من كل جوانب والأسف أنها كانت مصالحة شكلي لم تعالج جوهر المشكلة القائمة بين حركتي فتح وحركة حماس ولذلك أعتقد بأن العودة إلى الجذور المصالحة لها متطلباتها أن لا يجوز لأي حزب سياسي في ذل وجود سلطة قبلنا بها جميعا أن يأخذ كل منا وصايا سياسية وأمنية مختلفة بما يتناسب مع حزبه السياسي فإذا بذلك لا يكون هناك سلطة ونكون كلنا كأحزاب سياسية فوق نظام السلطة وكل منا يأخذ النظام والقانون بيده حماس اعتبرت أن هذه التصريحات ظلم للمقاومة والتي صنعت انتصارا كبيرا في غزة يا أخي نحن نفضلنا خلال الحرب ولازمنا الآن نفضل أن لا ننكأ جراح مع أخوتنا في حماس حرصا منا على الوحدة الوطنية الفلسطينية خاصة ما يتعرض له أبنائنا في حركة فتح داخل قطاع غزي وأكثر من ذلك الحكومة التي وفقت عليها أخوتنا في حركة حماس ولدت ميتة لأنها لم تعطي الحق القانوني والحق الوظيف والمهني لوزراء التي اخترتهم حماس في قطاع غزي ليمارسوا دورهم الطبيعي بينما كان الموظفين في الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يتحكموا في مسار أمور هذه الوزرات بعيدا عن حكومة التوافق الوطنية التي تم التوافق عليها بيننا وبين حركة حماس لذلك لا أعتقد أن الأمور قد تستمر على هذه الطريقة وكأنها مصالحة لمرضات خواتر بعضنا أعتقد الشعب بالسطيني يترضنا سيد سلطان إذا تحدثت عن دماء ربما وجرح كبير في الشارع الفلسطيني وهذا ما عبر عنه عدد من الذين شاهدناهم في تقرير زميل ضياء حشية من رمالة يعني هناك استياء من الشارع الفلسطيني لماذا لم يتم مناقشة كل هذه المواضيع في غرف مغلقة بدلا من التراشق الإعلامي بدءا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداية بدأ التراشق الإعلامي واليوم في القمة العربية في القاهرة هجوم كبير على حركة حماس وأيضا استدعى ردا من قبل حركة حماس بهجوم مضاد يعني هناك أكثر من عشرات الألاف المشاردين في قطاع غزة لا يجدون مأوى ما يبحث عنه المواطن إعادة إعمار لغزة لماذا لا يتم هذا النقاش في غرف مغلقة يعني أولا القضية يعني السلوك الميداني لحركة حماس دفعت رئيس أبو مازل أن يقول الحقيقة لشعبنا فلسطيني وأننا تردت وراء مصالحة وهمية لم تبسل النور أساسا لذلك أعتقد أن ما جرى لهذه المصالحة الآن بات أن نخاطب ونحاكي عقل شعبنا فلسطيني الشعبنا الذي يطلبنا بوحدة وطنية فلسطينية بإنهاء الانقسام وكل تداعياته وآثاره والعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية وهذا مكسب ليس لحماس أو لفتح وإنما مكسب وما يشتهيه كل شعب فلسطيني لأن الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الغطلة الأسرائيلية هي السلاح القوي الذي يمكن أن نواجه به جميعا نعم سيد سلطان هناك حركة حماس قالت أن أي قرار فلسطيني يجب أن يطرح في نقاش عبر الإطار القيادة المؤقت الخاص بمنظمة التحرير هذا موقع عليها الطرفان لكنه أبدا أسف الوجود تفرد بالقرار وعدم إشراك الفصائل الوطنية والإسلامية بشأن فلسطيني وتقرير مستقبل هناك قرارات أحدية الجانب يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس منفردا بالحالة السياسية للماذا لا يتم إشراك حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية بأي قرار سياسي أو عقد إطار المنظمة التحرير أو الدعوة لانتخابات الرئيس أبو مازل نيسم اسمح لي أن أقول لك أولا مطالب حركة حماس بأن الحكومة بأي خطوة تريد أن تقدم عليها أو أي خطوات أخرى يجب أن يتم التوافق مع حركة حماس فإذن لم يعد هناك مبرئ لأن وجود حكومة فلسطينية متفق عليها بيننا وبين حركة حماس أما القول أن الرئيس الفلسطيني ينفلت ببعض القرارات الرئيس الفلسطيني ليس موظفا عند أحد بالساحة الفلسطينية هو يأخذ القرارات التي تتناسب مع مصلحة الشامب الفلسطيني أما الخطى السياسية نعم من حق حماس علينا وعلى الرئيس أبو مازل أن يشركها ويأخذ رأيها جميعا ولا يجوز لفصيل فلسطيني أن يأخذ المصاري السياسي إلى حيث يريد بأجندته السياسية هناك أجندة فلسطينية متفق عليها أي خطة سياسية يتتخذها القيادة في الصينية نعم حق حماس وحق بلقوة السياسية لماذا لا يتم الدعوة إلى بصناعة القرار السياسي إلى الإطار القيادة المؤقتة الخاص من منظمة التحرير بالاجتماع الآن يعني أولا منظمة التحرير بالصينية تفعيل منظمة التحرير بالصينية ومشاركة حماس والجهاد الإسلامي وكل القوى السياسية الفلسطينية الفائلة مطلب ونحن نصل على أن يكون لجميع شريك في هذا البيت الفلسطيني وتأخذ القرارات بالإجماع وبالغالبي شكرا جزيلا سيد سلطان أبو العنين لنعوض اللجنة المركزية لحركة فتح كنت معنا مرة مالله تذكير بعنوين ملفات وزراء الخارجية العربي يجتمعون لبحث قرار حاسم لمواجهة شاملة لتنظيم داعش جبهة ثوار سوريا يتعلن الحرب على تنظيم داعش السودان ينفي عنه تهمات ليبية بدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا وناقشنا عودة الانقسام إلى المشهد السياسي الفلسطيني شكرا لحزن المتابعة إلى اللقاء شكرا لحزن المتابعة